طبعاً التغيير هو بيد المواطن المواطن هو يستطيع أن يدلي بصوته ويختار المرشح الذي يرى فيه الصفات الجيدة وطبعاً الصفات التي يستطيع من خلالها التغيير طبعاً هناك مطالب كثيرة للناس والمواطنين فيجب أن أشجع بصراحة الناس على الانتخابات وأشجعهم على التغيير وعلى تغيير الوجوه وكذلك اختيار المرشح الذين يرون فيه الصفات الحميدة والتي أيضاً يرون فيه أهم صفة وهي المصداقية وليس بالكلام فقط فالناس تريد الإفاء بالوعود هناك لديهم ملفات شائكة كثيرة منها ملف المغيبين وملف التعويضات وملف التعينات وهناك مشاكل كثيرة يريد المواطن حلول لها فلذلك أشجع طبعاً جميع المواطنين على اختيار المرشح النزيه والمرشح الصادق الذي يرون فيه الصفات الحميدة التي تكون مناسبة في حلول الكثير من مشاكلهم وكذلك عدم التكاسل في هذا اليوم فيوم التغيير هو يوم عشر عشر فالكل يجب أن يكونوا يد واحدة وأن يكونوا قوة واحدة في تغيير واقعهم وهم بأيديهم إن شاء الله حل هذه المشاكل وذلك بالتغيير واختيار الشخص المناسب بالمكان المناسب نعم أرحب بك مرة أخرى سيدة إخلاص يعني برأيك التغييب التمثيل السياسي الحقيقي هل فاقمة من معاناة أهالي المناطق المحررة سواء على المستوى الخدمي والإنساني؟ نعم طبعاً الناس تحتاج إلى رعاية كبيرة في مجالات عدة وهي لديهم مشاكل كثيرة طبعاً ومنها مشاكل المغيبين طبعاً الناس تشكوا بشكل كبير من هذا الجانب لديها شباب ورجال فقدوا في أثناء هذه العمليات العسكرية التي حدثت في الأنبار ولذلك تعاني يعني الناس تعاني بشكل كبير من هذا الموضوع فالناس تريد مثلاً موضوع المغيبين المغيبين موضوعهم موضوع شائك جداً ولا يوجد حله في السنوات السابقة وفي الفترة السابقة فلذلك نحن نسعى بكل مجهودنا أن نكشف عن مصير المغيبين وأيضاً المحاكمة الذين يعني في السجون السجناء السجناء منهم من لا ذنب له ومنهم من حتى لو كان متورط في شيء فالقانون موجود نحن لا نريد الظلم لأحد ونريد بصراحة حل هذه المشكلة جدرياً وذلك بمعرفة مصير المغيبين ومحاكمة منهم في السجون وطرح ملفاتهم وجعلها تحت اليد وفي قيد التنفيذ وأيضاً ملفات أخرى منها ملفات التعويضات التعويضات الناس تشكوا بشكل كبير من هذا الموضوع لأنها ترفع معاملاتها ولا تجد الرد ولا تجد أي تعويض عليها وكذلك تعينات وكذلك أمور أخرى يشكوا منها المواطن نحن إن شاء الله نكون عازمون على البدء بها ووضع خطط إن شاء الله ناجحة وخطط إن شاء الله ترمو إلى حلول كثيرة تهدف إلى حلول ترضي المجتمع وترضي الناس التي مشاكلها كبيرة ومنذ زمن كبير أيضاً قويل الأفوا نعم سيدة إخلاصك مرشحة عن تحالف عزم هذا التحالف الذي تبنى إيجاد الحلول ومعالجة الإخفاقات السابقة برأيك ما إمكانية إيجاد الحلول الجذرية لكل هذه العقبات التي تواجه المواطن العراقي اليوم ومن أين ستبدأون هذا المسار الشائك والصعب لنقول نعم طبعاً أولاً نضع مخافة الله أولاً قبل كل شيء لأن الناس يعني في صراحة يعني إلماً يشكونوا إلماً يقولوا نحن إن شاء الله إذا وصلنا للبرلمان وإلى القبة هو هذا المكان الذي نستطيع يعني الإفاء بالوعود ونستطيع طرح مشاكلهم والتكلم بصراحة يعني بكل صراحة بمشاكل المواطنين المواطنين هم أمانة في عناقنا وأمانة يعني أمانة لكل من شارك في البرلمان وصعد إلى ذلك المكان يعني بصراحة يجب أن يأخذ كل نائب يرتقي لذلك المكان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أهم شيء يأخذ بنظر الرحمة والرأفة بالذين يعني وراءه من مدينته وهو مسؤول عنهم وكل مشاكلهم يجب طرحها وإيجاد الحلول لها والمطالبة المطالبة الدائمة بحقوقهم لذلك يعني هذا الشيء إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله الفوز وبعد الارتقاء إلى ذلك المكان إن شاء الله نأمل أن نكون يد واحدة لحل مشاكل المواطنين ويعني لأن بصراحة دور البرلمان هو دور كبير وهو يستطيع حل هذه المشاكل وبدقة عالية فيستطيع التغلغل أو الوصول إلى الحلول التي تحل مشاكل المواطنين لأن بصراحة ماكو شيء مثلاً بالبرلمان أو أكو شيء مثلاً أعلى من هذا الشيء يستطيع المواطن الوصول إلى المواطن يستطيع أن يصل إلى البرلماني نعم ويشكو له فلذلك نحن بدورنا إن شاء الله بعد توفيق من رب العالمين إذا وصلنا لذلك المكان إن شاء الله نستطيع أن نوصل صوت المواطن وشكواه ونستطيع إن شاء الله البدء بحلول جديدة وبمسارات إن شاء الله توصلنا إلى حلول ترض المواطن وتحل مشاكلهم نعم سيدة إخلاص الناخبون في الأنبار باتوا قريبين من الوجوه الجديدة ماذا وافع هذا الدعم ومن الذي يميز الوجوه الجديدة عن التقليدية والمجربة نعم طبعاً بصراحة الفرق إن شاء الله هو موقف فرق لكن هناك يعني وعي لدى المواطن هو طبعاً وعي لدى المواطن بأن السابقون ليس يعني ما وضعوا لهم حل لمشاكلهم أو حتى يعني حتى الكلام بها بصراحة ولا يعني أحد مثلاً انتبه لهم وقدم لهم خدمة تكون يعني تداوي جرحهم فمثلاً موضوع المغيبين بقى يعني على جهة ولم يعني ينتبه إليه أحد ويعني هناك مواضيع أخرى وملفات أخرى لم تطرح ولم حتى يعني ولا يوجد أيضاً حتى الحديث بها بصراحة مجرد وعود قديمة ولم تنفذ والمواطن بقى في حيرة فالوجوه الجديدة بدأ المواطن يختاره بدقة بصراحة لم يعني أولاً يدرسون تاريخ الشخص المرشح نعم ويعني يجربون أو يشوفون مدى مصداقيته في مجالات أخرى ليس فقط يعني موضوع الترشيح وإنما إنسانيته مثلاً في داخل المجتمع ومواقفه المشرفة ويعني رح يقسون من هذه المواقف رح المواطن يكون عنده وعي في اختيار مرشحه إذا كان عسى أن يكون له مصداقية ويكون لديه أمل في الوصول أو إيصال صوته إلى البرلمان من خلال هذا المرشح نعم من الأنبار كنت معنا المرشح إخلاص المحمدي شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لك